اعزائي طالبات وطالبات السنوية العامة اهلا ومرحبا بكم في المراجعة النهائية في الكيميستري هنستعرض مع حضراتكم مجموعة من الاسئلة الشملة والمتنوعة على المنهج السؤال الاول arrange the following compound C6H5OH الفينول HCL hydrochloric acid CH3 COOH acetic acid او ايسانوك ايسانوك acid بعد كده ايسانول ascending order according to الاسيدي عاوزك ترتب المركبات دياً according to ascending السؤال ده شامل فينول hydrochloric acid acetic acid ايسانول رتبهم ascending order according to the acidity تعالي نشوف الترتيب اول حاجة هيطلع فيهم الاعلى واحد فيهم الhydrochloric acid ليه لانه mineral acid يبقى المينرال acid strong acid بعد كده ascending acid بعدين فينول ويجي في الاخر الايسانول الايسانول اذا acid behavior behaves كأسد لكن هو مش اسد بدليل اللي هو الايفكت بتاعه على الليتمس بابر نيوترال انسبايت الايسانول في هيدروكسايل جروب المفروض يكون القلائم ايفكت اقولك اولك ما بيتقينشي يبقى نو افكت على الليتمس بابر يبقى نيوترال لكن وين ايسانول ريكت ويز اكتف متال از صوديوم او بوتاسيوم نجد ان الصوديوم ريبليس الهايدروجين الموجود فيه ايفولفز هيدروجين ان ديفورمد صوديوم ايس اكسايد شوف لكن هنا بيتشبه بالاحماط في الكيميكال بروبيرتس لكن هو مش حم از اصد از كحم بط الفينول على العكس الفينول الفينول اسد نعم بس اسد اه بس فيري ويك اسد بس اسد بي افكت على الليتمس بابر بيحولها من بلوتوريد ريكت ويز صوديوم هيدروكسايد على عكس الايسانول نو ريكت مع الصوديوم هيدروكسايد لكن الفينول اللي هو الكربوليك اسد ريكت ويز صوديوم او صوديوم هيدروكسايد فورمد صوديوم فينوكسايد فينوكسايد الاسيتك اسد اقواهم بالنسبة للارجانيك اسد يدينا مع الصوديوم يتفاعل مع مين الاسيتك اسد يتفاعل مع الاكتف متل متل اوكسايد متل هيدروكسايد متل كربونات متل باي كربونات فورمد صولت ولكن بقى الاتشي سي ال يعتبر استرونج الكترولايت بالنسبة للاسيتك اسد او الفينول او الايسانول يبقى ترتيب المركبات دي اساسي في الامتحان رتب المركبات دي بالنسبة للاسيديتي الحامضية بتاعته يجي في المقدمة مين المينرال اسد هيدروكلوريك اسد يبقى الهايدروكلوريك اسد يجي في المقدمة يليه اسيتك اسد يليه الفينول يليه الايسانول لان الايسانول اذا اسد شوفوا السؤال التاني امونيوم كولورايد سوديوم اسيتيت بوتاسيوم كولورايد اساندينج اردر اكوردين تو البي اتشي فاليو السؤال ده ممتاز جدا لانه ربط ما بين ما بين البي اتش الفاليو بتاعته ومن ناحية الهايدروكلوريكس الهايدروكس بتاع السولت سيليوشن اول واحد الامونيوم كولورايد سيليوشن هيوين ديسولف انووتر هيدينا سترونج اسيد بلاس ويك القلاي يبقى هنا اسيدك سوديوم اسيتيت هيوين ديسولف انووتر هيدينا سترونج القلاي بلاس كويك اسيد يبقى محصلة في الاخر القلاي يبقى البي اتشي مور زان سيفن الكي سي ال هيوين ديسولف انووتر هيوين ديسولف انووتر هيدينا سترونج هايد ايه اسيد سترونج اسيد ان سترونج القلاي يبقى المحصلة نيوترال يبقى مانيجي نرتبهم بقى يجي في المقدمة مين سوديوم اسيتيت مور زان سيفن يجي بعد منو كي سي ال البي اتش اكوال سيفن امونيوم كولورايد يجي في المؤخرة بي اتش ليس زان سيفن شوفتوه يبقى علشان ترتب اعرف انت بترتب على اساس ايه البي اتش طب انا اجيب بي اتش منين اللي انت بكنت عارف الهايدروليسيز اف صلت سيليوشن يبقى عندي امتى يكون البي اتش امتى يكون المحلول السيليوشن اسيدك بيزيك نيوترال البي اتش ليس زان سيفن يبقى اسيدك البي اتش مور زان سيفن يبقى ايه القلاين البي اتش ايكوال سيفن يبقى ايه نيوترال شوف الترتيب التالت الاسئلة متنوعة مرة اسيلتي ومرة من ناحية البي اتش تعال نشوف الرنج الايسانول الاسيتك اسيد الدي ميسايل ايسر ascending order according to او related to البايلينج بوينت واحد يقول له احنا بنحفظ درجة الغلايان البايلينج بوينت او لأ لكن يستدل من البايلينج بوينت على ايه هاي او 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 لو نشوف هنيجي نرتب هيجي اعلى واحد في البايلينج بوينت الاسيتك اسيد واحد يقول له طب ليه مليء ميكونش الايسانول ليه البايلينج بوينت بتاع الاسيتك اسيد اعلى من البايلينج بوينت بتاع الايسانول على الرغم اني اني كله هما وحد يقول لك طب ما ده بيكوز لكن لكن الاسيتك اسد يفرق عن الايثانول ايه ان هنا بيعمل ايتش تو موليكيول فورمد دايامر كل جزيئين عاملين مع بعض دايامر باي فورميشن تو هيدروجين بوند يبقى الاسيتك اسد بيعمل تو هيدروجين بوند بينما هوير الايثانول بيعمل وان هيدروجين بوند يبقى مين ييجي في المقدمة ييجي اعلى واحد مين اسيتك اسد الايثانول ييجي بعد منه ييجي في الاخر دايامي سايل ايسر لانه نو فورميشن هيدروجين بوند اذا ما فيش سؤال زي التاني شو بوليه الرينج الكمبوند يبقى سؤال الترتيب مرة اقرد ان تو الاسيديتي مرة اقرد ان تو البي اتشي فيليو مرة اقرد ان تو البي ولا كيميكال ايه كالكوليشن ولا كيميكال ايكوليبرام ولا الكترو كيميستري المنهج ايه شامل شفت السؤال ده arrange the following compound شوف السؤال ده pure cover نسبة ايه القبر فيه 99% contain impurities declare وضح how is possible to purity form impurities to obtain 99.95% purity degree عاوز تحول هنا من درجة نقاوة 99% الى 99.95% 90 من 100% مش معنى تسعة وتسعين قمسة وتسعين من 100% ودي الدرجة اللي بيخلي القبر ذا good conductor بالنسبة اللي all element good conductor يبقى القبر good conductor عنده هزيه النسبة اقل من كده يبقى bad conductor يبقى القبر الوحيد طبعا لقدوا كلام ده في physics القبر ال element الوحيد انه مفيش resistance للطيار الكهرابي electric current مفيش معاوقة للطيار مفيش losses في الايه في الهيت مفيش فقد في الطاقة زلك عاوزين ايه نعمل عملية purification للقبر عشان نرفع purity degree درجة نقاوته الى 99.95% percentage تعالى نشوف بصوا في الفجر اللي قدام منك انت حط قدام منك 3 اعتبارات تمكون دايرة كهربية لازم تحط قدام منك 3 اعتبارات consider القاتم impurity cover ده يعتبر الانود pure cover يعتبر الكازوت والالكترولايت والالكترولايت cover sulfate solution يبقى انا عندي كم حاجة دلوقتي 3 حاجات لازم تحط impure cover as انود ال pure cover as a casut والسيليوشن او الالكترولايت cover sulfate سيليوشن تعالى نشوف دب يعنى اغمس the pure cover on the the impurity cover in cover sulfate connect the pure cover to the negative بالقطب السالب بتاع البطارية negative ball of the of the battery يبقى the pure cover acts يتفاعل كاكينه 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 القبر sulfate solution is ionized as the following cover sulfate cuso completely ionization يدينا cover ion cover plus 2 plus sulfate ion the ion will move towards the electrodes عكس الشحنة الانود هيحصل عنده عملية oxidation القبر converted to cover ion plus 2 electron الكاسود القبر ions gains 2 electron عملية reduction converted to copper atoms therefore القبر will be dissolved from the impure cover الانود as the cover ions cover plus 2 where the cover in the solution will be deposited deprespected as the pure in the pure copper cathode هنا في remarks on purification cover اول حاجة الطالب كان متخيل الاتي ان impurities هتيجي من الانود تروح للكاسود انت ما عملناش حاجة يبقى هتروح من impure cover الى pure عملناش حاجة لكن تعالا تشوف impurities حصل فيها ايه؟ بعض الممارناش حاجة في انود مثل زينك و ايون دسول في ملعنش من زينك ايون 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 لذلك لديهم مستخدمة مستخدمة من من كثير من لديهم من تصوير العملناش حاجة لذلك العملناش حاجة العملناش حاجة من العملناش حاجة مستخدمة 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 الممارنة مستخدمة الممارنة مستخدمة 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 حطيلي خط مليون خط تحت كلمة اكسيسا هيدروجين برومايد في اكتر من مطلوب بوليك ايه اول حاجة رايت الكيميكا الاكويشن تو بريبريشن بريبريشن اسيتيليين اللابوراتوري درو الابارتس وضح ليه قبل مجمع الغاز باسنج ان قبر سلفت اسيدفايت سلفوريك اسيد شو الكيميكا الرياكشن بين اسيتيليين ان دي اكسيز هيدروجين برومايد نشوف البربراشن اف اسيتيليين اللاب الاكويشن اف راكشن هنجيب كالسام كاربايد بلاس اتش تو او هنا بقى عاوز اعمل كنترول للكيميكا الرياكشن فحط الميا ضروب وايز ضروب وايز ضروب وايز يعني بالطنقيد يبقى كالسام كاربايد بلاس ووتر ضروب وايز لي يدينا اسيتليين بلاس كالسام هيدروكسايد ودي الجهاز اللي هو مستخدم في عملية التحضير ات مست بي فريستلي باسنج اوفر كابر سالفيت سيليوشن انضيل سالفوريك اسيد تو ريموف قبل ما نجمع الغاز نمرره على كابر سالفيت اسيديفايد سالفوريك اسيد عشان نعمل ايه؟ ريموف ننزع او سيبي ريت الفوسفين جاز وهو PH3 وهو الهيدروكسايد جاز H2S وهو حيث من كالسام كاربايد نشوف الرياكشن ما بين الاسيين وال الاسيين الاسيين بلاس الاسيين تعتبر هذه الرياكشن اديشن هيدينا فينايل برومايد والفينايل برومايد يعتبط ايه انسيمتريكا ايه هيدروكاربون اما ادي له اكسس من اله بي ار هادينا وان وان دايبرومو ايسان هو قال في السؤال ايه؟ اكسس من اله بي ار يبقى الاستيب ساب خطوة الاولى step number one, normal addition. step number two, according to addition, markinukov rules. يبقى هنا عملنا chemical equation to preparation, the science in laboratory. عملنا collection الاسيتيلين قبل ما نعمله عملنا عملية ايه? عملنا ايه? عملنا ايه? بريفينت. منعنا. remove, separate. الفوسفين and hydrogen sulfide. اللي هي اللي كانت موجودة في الكالسوم كاربايت. بقى عندي. بيور ايه ساين. عمل رياكشن ما بين الاسيتيلين and HBR. الفرست ايه? step. normal addition. second step. addition. according to markinukov rules. نشوف البروبلم دي. calculate. كيميكا الكالكوليشن ايه? calculate the number of ions. by reducing by dissolving 7.1 جرام of sodium sulfate in water. given that sodium equal. اللي هي الاتوميكماس بتاعتها 23. السالفر 32. الاكسجين 16. هنا لها steps. لها خطوات. اول خطوة تعمل السولوبيليتي اكوشن. معادلة الزوابانية. السولوبيليتي اكوشن. Na2SO4 plus water. هيحصل عملية ionization. يدينا 2 Na plus. and sulfate ion. لو جمعنا مجموع الايونز هنا. هتطلع 3 ions. نرجع تاني للمطلوب. بقول ايه? calculate the number of ions. هنا ما حددش في السؤال. number of sodium ions. ولا sulfate ions. هنا قال ايه? calculate the number of ions. ions. هنا قال. calculate the number of ions. يبقى. all ions in solution. بعكس لو كان قال. هاتلي. calculate of sodium ions. كنت ركزت بس على السوديوم. اللي هي. 2 Na. لكن هنا قال. all ions. يبقى عندي 3 ions. ايه? الخطوة الاولية قلنا. solubility equation. خطوة تانية. اجيب الماس. of one mole. of sodium sulfate. تطلع ب 142. وانت طبعا ده. compound. يبقى اعمل summation. للatomic mass. لل element in compound. خطوة التالت. اجيب النمبر. of moles. بتسوي الماس. of substance. divided to. الماس. of one mole. يبقى. 7.1. divided 142. هاتلينا. 0.05 moles. يبقى. النمبر of ions. 3. اللي هي. التوتال. multiplying. النمبر of moles. times. Avogadro number. هاتلي تطلع. 9.03. times 10. power 22 ions. يشوف السؤال اللي بعده. بيقول ايه. السؤال ده جاه. first decision. 2009. قال ايه. mention. the structure formula. للنفسالين. ويهي تاني. with diphenyl. وقال. do you consider these two compound. ايزمر. هل تعتبر هذه المركبات ايزمر. and why. تاني. قال. هاتي الاستراكشر. هاتي الاستراكشر. بتاع مين. النفسالين. بتاع مين تاني. الدايفينايل. وقال لي. هل تعتبر هذه المركبات ايزمر. تعال نشوف الاجابة. الاستراكشر فورمولا. فور نفسالين. تو بنزيل رنج. حلقتين فيوجن مع بعض. لكن الاستراكشر فورمولا. فور دايفينايل. حلقتين متصلتين ببعض. هنا الموليكولر فورمولا. في النفسالين. سي عشرة. سي تن اتش ايت. لكن الموليكولر فورمولا. للدايفينايل. سي تولف اتش تن. زي ار. نوت ايزمر. ديوتو. ديفرنت ان موليكولر فورمولا. عشان اقول ايزمر. عشان اقول ايزمرزم. يبقى هافنج. سيم موليكولر فورمولا. هما مش ايه. مش متفقين في الايه. في الموليكولر فورمولا. دا مختلفين. يبقى ما تركز على استراكشر فورمولا. ركز. هال هافنج سيم موليكولر فورمولا. لو having the same molecular formula يبقى دا يعتبر لكن هما اللي اتنين different في المolecular formula لكن صحيح هما مختلفين في لكن هما غير متفقين في المolecular formula نرجع تاني بقى هل هما يعتبروا لا due to different molecular formula تعال نشوف الاولاني المolecular formula بتاع الاولاني كام C اللي هو النفسة لين C10 H8 لكن C12 H10 عندي 10 جرام of hydrated cover Dysulfate او لو قال cover sulfate برضو صح اللي هي المolecular formula بتاعتها XH2O هو عاوز يجيب ايه الفاليو بتاع الاكس دي قد ايه was strong heated until constant mass of 6.4 جرام calculate calculate يعني هو مديني الماز of hydrated cover sulfate وبعد كده سخم بقت cover sulfate anhydrous يعني لا ما ايه ودك الماز بتاعت يبقى داني كتلتها قبل التسخين وكتلتها بعد التسخين ايه المطلوب calculate number of water molecule in hydrated salt عدد جزيئات الماء في الملح المتهدرت مسألة لها steps محددة وما فهاش تلف ولا دوران مسألة direct المolecular formula of hydrated salt المطلوب التالت percentage of water in hydrated salt المطلوب التالت بالزاد ده يجيب طريقتين theoretical وpractical نظريا وعمليا ولازم النظريا نسبة المية في الملح المتهدرت equal سواء كان نظريا او عمليا تعالي نشوف الاجابة الخطوات limited الخطوات محددة systematic يعني تحس ان هي مرتبة ما فهاش فهفا مسألة مضمونة اللي هي عاوز المolecular formula of hydrated salt اول خطوة شوفوا الخطوات عدوهم كده واحد كل ساط كل لين بخطوة كل لين بخطوة بمعنى ايه واحد واحد عد خطوات اول حاجة نجيب الماز of matter of crystallization in the sample عاوز اجيب كتلة ايه المية في الملح المتهدرت في العينة يبقى تن difference أو minus 6.4 ادينة 3.6 جرام اجيب الماس of 1 مول of كبر sulfate اطلع 159 0.5 جرام يبقى يبقى اول حاجة هاجبها الماس of water of crystallization قتلة ماء التبلر هتطلع 89.719 جرام اجيب الماس of 1 مول of water تطلع 18 النامبر دي النامبر of water of crystallization اللي هو ماء التبلر طبعا انا عاوز اجيب percentage of water of hydrated salt لا طرقتين هتجيبها practical او theoretical practical لو عاوز تجيب the percentage of water of hydrated salt equal الماس of water على الماس of hydrated salt الhydrated salt كتطلته كام 10 بينما الماس of water equal 3.6 اعمل 3.6 divided 10 times 100 يدينا 36 percentage انا جبت percentage of water in hydrated salt practical الماس of water على الماس of hydrated salt times 100 يدينا percentage بتاع الووتر in hydrated salt لكن انا هجاب لك percentage of water in hydrated salt بترقى تانية serotical الماس of water الماس of one mole of water multiplying number of molecules على الماس of cover sulfate hydrated times 100 هتطلع نفس percentage المسألة دي ما بتقلش عن three half three and a half markets ثلاث درجات ونص خطواتها محددة تهس النهارده الاسئلة متنوعة الاسئلة شاملة الاسئلة لا تركز على جزء معين سواء chemical equation او chemical equilibrium او electro chemistry ركز معايا على chemical equilibrium في خاصة لوشا تيليا principle لان دي اكتر جزء عاوز تطبيق اكتر بكده يبقى وصلنا الى نهاية حلقة اليوم شكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله موسيقى